صباح و اهلا و سهلا على الكنال انا بعدني هون خلص المؤتمر طبعا لكوالكم تاكسامت بماوي اليوم بدي اتحدث معكم على احسن ثلاث مميزات عن سناب دراجن 8 جن 2 هالحاسوب حيأول حييمشي لنا كل التلفونات لفلاكشيب بالسنة الجادة 2023 واهم شيء يجب ان نعرفه وليه يجب ان احنا نتشجع عليه لهالحاسوب الامكانيات كله اللي صارت فيها عم يتحدثون فيها من السناب دراجن ساوند للسناب دراجن كونكت الريترايسين بالالعاب وليس فقط الامكانيات الجديدة اللي جاي للكاميريات لازم نحنا نتحدث عنهم ونشوف شو هنه احسن ثلاث مميزات لازم نتشجع عنهم لما نتحدث عن التلفونات الجديدة اللي حتجي بالسناب دراجن 8 جن 2 يلا انا طاري خلينا نبلش خلينا نبلش اول شيء بالريترايسين ريترايسين انتو بتعرفوا دائما نحن منشوف هالشغلات موجودة بقلب الكمبيوتر عندما ننعب ألعاب الريفلكشن نقدر نشوف الضو بيجي من عبر الشغلات التانية مثلا زي ماسك مرياية بيضرب نقدر نشوف شغلات ما حتى مما وجودي بقلب الفيديو بيسموها ريترايسين كتير كتير مهم اللي شفنان احنا انه بالحاسوب الجديد من شركة كوالكام اول شي احنا منعرف انه هيجي مع الاكستري للسيستام طبعا هيدا تاني تلفون بنزلينه مع تياسم سي هلا اللي عم بيقارنوا هالتليفون بالايت جن 1 لانه صراحة هيدا ايت جن 2 مانه الايت بلاس جن 2 باخر السنة منشوفه بس لما منتحدث عن الامكانيات اللي شفنها من اول السنة الماضي لهالسنة منشوف انه صار عنا نحنا امكانيات كتير كتير منيحة البطارية استعمالها لما منستعملها الامكانيات والكالكوليشن عليه لهالتليفون نزلت بتقريبا 45 بلبيه على السحب معناته من لما كنا مع السامسون السنة الماضي عم بيعملو هن الحاسوب لما قلبنا على TSMC باخر السنة وبلشنا بالسيستام الثاني تجدد كتير وصاد نقدر نستعمل تليفوناتنا يكونوا اقوى وبيخطوا بطارية اقل بيقضونا مدة طويلة هذا الشيء مهم وعشان هيك عم بيحكي عن تراي ترايسين تراي ترايسين لما احنا منشوفه على الكمبيوترات مندوره على السيستام مع الدي الاساس دايما منشوف انه الفرايم رايت بينزل ما منقدر نعمله على الفرايم رايت العالي بس الصور بتكون بتجني كتير واضحة كتير حلوة فيكم تشوفوا الشغلات متل ما عم بلكم ما موجودة حتى بالفرايم بالصورة اللي انتو عم تتحدثوها بتكون موجودة بره بس اللي بتجي من جوا بمقدر نشوفها هيدا كتير مهم وبرجونا هونيكي ومش بس هيك كمان بسطت كتير ونشوفت شركة أوبو طلعت على الستيج وبدالش تتحدث معنا وتقلنا انه عم بيضمنو لنا الفيديو يكون 780 بي على 60 فرايم ساكين لمدة طويلة معناتو في نلعب ألعاب التليفون بيحمى وعننا امكانيات أكتر هنكون مبسوطين كتير انا كتير متشجع بدي شوف ألعاب مثل البب جي والموبل وحتى اللعب تاني اللي هن فرجونا اياها لما يدوروا الديال اساس ومش الديال اساس لما يدوروا ريي تريسين عليها بقلبهم ونشوف هالشغلات ونستمتع فيهم كتير خاصة بالتليفونيت الفلاكشيب خاصة لما نشوف التليفونيت اللي هتنجل على السوق مع الحاسوب الجديد وهو السمع السناب دراكن ساوند السناب دراكن ساوند السنة جاء حاتيجية وجدد عدة شغلات جديدة أول شي عندنا امكانيات جديدة موجودة بقلب التليفون بس بتكن تستعملوها مع السناب دراكن ساوند الحاسوب الجديد الاس 5 والاس 3 تانيضا هالحاسوبين بقدر يعطونا الامكانيات وينزلوا الليتنسي معناته قدي الوقت اللي بياخد منه لان التليفون يطلع منه الصوت ليجوح عبر البلوتوث 3 الى 5.3 الى ديناتنا لتقريبا 48 ميلي ساكن يعني كثير 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 واطئ الامكانيات هذه بتكون كثير حلوة خاصة لما مننعب ألعاب ونتفرج على الفيديوهات بس الشغلة أنا شجعتني فيها كثير ليس فقط اللو ليتنسي الموجودة بقلبها لها السماعة السبب انه الاس 3 بروسسور اللي بيحكي عنه هيدا سيجب لنا هالصوت وخبرة اللوصلس آدوو وخاصة ما بيجينا نحن كمان البلوتوث 5.3 والبلوتوث اللي عنا الاسبايشو الأديو حييجي كمان للسماعات اللي ارخص بشوي كمان الشغل حلاوي فيها هوني مش بيجينا بس صوتك بيجينا بسرعة من الألعاب للمناعب الألعاب يكون low latency كمان بيجينا كمان الامكانيات نتسمع على صوت أحسن بكتير والأسعار تعيتهم السماعات حينزلوا قوطة كتير معنات ان شاء الله منقدر نشوفهم بسماعات بيكون تقريبا حول 100 دولار بأمريكا ولا حتى كمان نفس الشي بالدول العربية أنا كتير كتير متشجع عليهم للسناب تراجن ساود والامكانيات اللي عم بفرجونا ايهم أخيرا بدي اتحدث معكم شوي كمان عن الكاميرايات اللي امكانيات الجديدة اللي حتيش على التليفونات اللي حتستعمل 8 جن 2 أول شي بيقول لكم انه في امكانيات كتير كتير ميحة مثل ما شوفناهم من قبل الـ 8K والـ 4K وكل هالشغلات بس هلا عم بنزلوا شغلات جديدة خاصة بالبوكي مثل ما شوفناهم على التليفونات الايفون والتليفونات البيكسل لما بيعملوا البوكي بالفيديو بتقدر تشوفوا الصورة ولما بكون انا بالفيديو عم بيتحدث معكم انا بكون واضح كتير وحوالي كله بيكون مغبش ظبطوها هلا بالنظام جديد مع الحاسوب تبعة 8 جن 2 انه تقدر تعملوا بوكي حتى لو انا عم بتمشي دعنا نقول هذا المنظر انا قاعد مع اصحابي عم نتحدث مع بعض وانتوا عم بتصوروا بس مثلا حطيتوا الفوكس علي انا انا فيني بكون الوحيد اللي واضح وكل الناس اللي حوالي حتى لو واقف قدامي ولا وراي بيكونوا مغبشين وفيني اتمشي بيناتهم والبوكي بيضلوا ماشي هلأ انا عم فرجيكم هالمصرة هون مع زميلي جاشوا فرجارا هون كان معي انا بالمؤتمر على عشا فرجونا هالالدمرستيشن تعيتنا هو قاعد على المرجوحة ومثل ما عم تشوفوا هو عم بيطلع بيرجع من قدام لوار بيضل الفوكس على وجه عم بقلب لكم كمان وفرجيكم بالدركتور فيو اخدت الفيديو مع الزي فولد فور معي هوني انا هتقدر تشوفوا كيف الصورة بتبين يعني بالحقيقة لما بتشوفوها وبعدين لما منسجلوا بقلب الفيديو منقدر نشوف الشغل وهيدي عم تعملها حقيقي مظبوط مش مسجل هيدا مظبوط كتير كتير حلو عشان هيك انا مبسوط ومتشجع لها الشغلة بس اخر الشغلة وهيدي صراحة بتقول احسن شي شفتها لموجودة لها هلأ امكانيات التستابلزيشن على الفيديو خورة فيه يعني صراحة خورة فيه عم بقلكم بتشوفوا التليفون مثل ما عنا هون التليفونين عمتين على الشمال سنامتراكم 8 جن 2 تليفون بيسموه تليفون حقيقي هيدا بس عملينه مصرة لنقدر نعملهم بانشمارك ونتحدث عنه ونشوف كيف الامكانيات وعلى يمين عندهم الايفون 14 حتى نشوف كل الامكانيات الموجودة لان دايما نقول احنا الايفون احسن شي منهز التليفون منجيحه على يمين شمال وتشوف الصورة بتظل واقفة مظبوط ما في حركة ولا شي واخر شي بتفرجيكم انا حطيت ايدي وردت الكاميرا لحتى تعرف انه هيدا فيديو مظبوط منا صورة عم نعمل بس انه منتفرج الصورة ما عم تتحرق وهيدي امكانيات هتكون كتير كتير منيحة خاصة اذا بتكون تصوروا بتعملوا فيديوهات مثلي وعرنا بتتمشوا بتعملوا فيديوهات تعملوا الفلوجينج هيكون كتير كتير منيح وبيسبب هاي الشغلات انا كتير متشجع على التليفونات اللي هتاخد السنبات ناريجنت مانيجين 2 ان شاء الله الامكانيات هذه بتجي على كل التليفونات الموجودة بنشوف كل الشغلات هذه حلوة وانا بصراحة بديكن انتو تقولولي شو هو اللي انتو متشاجعين عنه على 8 جان 2 غير اللي انا اخبرتكن عنه بهالفيديو خلينا نتحدث شوي بالكومنتس تحت يلا انا طارق جاييكم من معوي ان شاء الله تكونوا منيحة ان شاء الله يكون كل شي ماشي معكن بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجديد اشتركوا في القناة